السياق المستمر السنوي عندك كل شرطة مهمة الجهاز الشرطة المصري بيلعب دور مهم جدا في حفظ الأمن والاستقرار فلا كله التحية والتقدير ونتمنى التوفيق للخرجين الكلمة النهاردة طبعا وزارة الداخلية بيركز طول الوقت على جهازية وزارة الداخلية والشرطة المصرية للحفظ على الأمن والاستقرار الرئيس النهاردة وجه كلمة من جزئين الجزء الأساسي وهو الشهداء ودور الشهداء ودي حاجة تقريبا طول الوقت الرئيس بيؤكد عليها لأنه للأمانة لم يكن متخيل أنك أنت توصل لاستقرار لو لا دماء الشهداء سواء من الشرطة أو من قوات المسلحة أو من الشعب المصري وفي اللحظة اللي احنا فيها دي الشرطة المصرية والقوات المسلحة بتلعب دور في منتهى الهمية خصوصا مثلا في سيناء عندك لا تستطيع أن تفصل هذا الحدث وعدد كبير من الحدث المحلي عن ما يحدث في المنطقة هناك من يريد لمصر السوء ونتانيهو قال بوضوح في إسرائيل وبعض المسؤول الإسرائيليين سوف نغير الشرطة الأوصلة أنا توقفت عند التصريح دي أسو زامد ومفهند شو أعيز إيه؟ يحمل كل دلالات بمعنى آخر أنا قد أكون قفصت بس أنا عايز أقول أنه هو كل الأمور متربطة احنا مش بعيدة على فكرة بالضبط الفكرة الأساسية إسرائيل حاولت أن تشكل الشرط مصطلح الشرق الأوسط الجديد أطلقه شمون بيريس سنة 95 في عز ما كان فيه كلام حوالين محادثة متعدد الأطراف والمنطقة والسلام العرب قدموا كل التنازلات الممكنة وغير الممكنة لكن إسرائيل لم تقدم إلا الدمار والخراب ومحاولة الاستلام كان طبعيا أن فجر الشعب الفلسطين لن يقن اليوم في غدا أو بعد غدا وبالتالي هم ما فشلوا فيه إقامة شرق أوسط جديد بالاقتصاد أو بالسياسة أو بأي شيء يحاولون فرضه الآن بالقوة حينما تقصف تمحو أحياء فلسطينية بالكامل فانت النغاردة فيه تصريح في منتهى الخطورة لأحد متحدثين باسم الجيش الإسرائيلي بينصح الفلسطينيين يقول لهم الحدود المصرية المفتوحة ننصحكم بالهجرة بالفرار إلى مصر فرار إلى مصر أنك تريد أن تفرغ غزة إسحق ربيل رئيس المزاري الإسرائيلي أسبق كان له مقولة مهمة جدا أنني أحلم باليوم الذي أستيخذ فيه لأجد غزة وقد ابتلعها البحر غزة شوكة فيه وبالمناسبة غزة مش حماية أسفق غزة فيها كل القوى الوطنية والفلسطينية والذي نفذ عملية المقاومة كل التشكيلات المقاومة بكل اتجاهاتها وبالتالي الخطر الكبير نحن ندعم الشعب الفلسطيني وتمنى له الانتصار والصمود ننصح الشعب الفلسطيني ألا يترك منازله ولا بيته حتى لا نكرر بعض يترك قضيته بالضبط حتى لا نكرر ما حدث من البعض في 48 اضطروا إلى الخروج فسهل ذلك الأمر وبالتالي لما نتكلم النهاردة على الشرطة والقوات المسلحة والشهداء نحن لابد أن نكون يخزين لا نسمح لا نساعد الفلسطينيين بكل أنواع الدع وأن يصمدوا في أرضه ده ممتاز يمكن يا دكتور يومني واحدة بنتكلم على ترجمة نانسي قنقر